مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا الحصاد لنستذكر معا مسيرة سقوط الدولة على يد الحوثيين والصالح ففي هذا التاريخ تحديدا اقتحمت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء واستولت على بعض المعسكرات والمؤسسات وفي اليوم ذاته جرت توقيع على اتفاق السلم والشراكة برعاية الأمم المتحدة لم يصمد هذا الاتفاق طويلا فسرعان من قضت ميليشيا الحوثي على القاصر الرئاسي وباقي مؤسسات الدولة كما حاصرت منزل الرئيس هادي الذي تمكن حينها من كسر الحصار وفر إلى عدن وهناك أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد في 26 من مارس 2015 انطلقت عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين بطلب من الرئيس هادي وفي يوليو من العام ذاته أعلنت الحكومة استعادة عدن في أول انتصار تحققه وأصبحت هذه المدينة هي العاصمة المؤقتة للسلطة الشرعية لكن هذه العاصمة ظلت حتى الآن محل نزاع وصراع أجندات بدعم التحالف نفسه في أكتوبر من العام 2015 أعلنت الحكومة السيطرة على باب المندب أحد أبرز ممرات الملاحة في العالم وفي ديسمبر من العام 2017 اندلعت معارك بين الحوثيين وحليفهم صالح في صنعاء انتهت بمقتل صالح ورفيقه عارف أزوكا في الثالث عشر من يونيو 2018 بدأت القوات الموالية للحكومة بإسناد من التحالف هجوما ضد الحوثيين في الحديدة وفي السادس من ديسمبر من نفس العام بدأت محادثات السلام اليمنية في السويد بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة وفي نهاية هذه المحادثات أعلن عن سلسلة اتفاقات بينها إعلان التهديئة في الحديدة وبعد جهود قادتها اللجنة المشتركة هناك أعلنت الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانع لكن الحكومة الشرعية قالت إنما جرى مسرحية في هذا العام تحديدا خلصت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبوا جرائم حرب وخلال الأشهر الأخيرة كثفت ميليشيا الحوثي هجماتها بالطائرات المسيرة على مطارات ومنشآت حيوية سعودية على الصعيد الإنساني قالت الأمم المتحدة إن الحرب أوقعت حوالي عشرة آلاف قتيل وأكثر من ستة وخمسين ألف جريح فيما اعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة أعلى بكثير سجلت الأمم المتحدة أيضا أكثر من ثلاثة ملايين نازح يمني في وقت يحتاج أكثر من أربعة وعشرين مليون شخص للمساعدة بالإضافة إلى وجود نحو مليوني طفل يعانون من سوء تغذية حاد أشارت التقارير الأممية أيضا إلى دمار وتضرر عدد من المصرفيات كما وجهت البلاد وباء الكوليرا الذي تسبب في وفاة الآلاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر